قالوا اوريكم لحد ما يستوي بسكوت الشفان البسكوت اللي قلتلكم ان نستخدمه للتيز كيت عادة وبيبقى فيه سنة الملوحة كده زهرة غير الحلوة الخفيفة بسكوت الشفان ترارارا بصوا ده البسكوت اللي منطحنه اللي بيبقى باقي الشفان وبيبقى فيه كده تحسوا بالاشرة بتاعت القمحة فيه نفتح واحدة مع بعض شايفين شكله يجنن دي مش وصف عشان كده اقول لكم الحلقة دي مش لرمضان بس بسكوت الشفان الشهير اللي بيتعامل فيه لتشيز كيك واعتقد كلكم عرفتو هنحضر مع بعض البسكوت انا عايزة بس ااخد طبق اقدم البسكوت ده بشكل حل نشربه بقى مع الشاي نعمله بالحلويات نتحكم بمقدار السكر بصوا نتركوا نشربه مع الشاي معلش الصيام يا جماعة ناكله مع نش نساقساقه بالشاي حلوة داية ساقسا البسكوت ده هنحضره حالا مع بعض كله بمحدرة الطعام بكل بساطة انا عندي هنا اين الشفان عندي شفان الجامبو ده برضو من لينو اللي هو قلنا فيه الشفان الجامبو وشفان الكويك سريع التحضير هياخد الشفان الجامبو ده واضربه شوية بمحدرة الطعام لحد ما خليه خشن كده حخلط النعين حخلط دقيق شفان المطحون تماما اللي هو هيبقى بديل لدقيق الابيض وعشان ادي الالياف دي حنضرب ده في الكبه ونحوله زي متشايفين كأنه ردة مثلا شايفين شكله انا عايزة بس ابصة على الرغيف هنا على النار عشان نقلبه الناحية التانية شايفين بتشمع من ناحية نقلبه الناحية التانية اهو نضغط عليه لحطينا خميرة انا اعتقد لو حطيته شوية خميرة ممكن ينفخ كتير بس ساعات برضو الناس اللي عندها حسام الجلوتن الخميرة بتدايقها من غير خميرة لو سبنا فترة شوية العجينة تستريح كل ما تقعد العجينة وترتاح كل ما حتنفخ اكتر تعالوا نعمل البسكوت هنا هنحط ايه خلوني اجيب الماجرين كوب هنحط فقط هو مليان زبدة على فكرة في الطبيعي احنا هنحط نص كباية زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة اهي ناخدها هيدا بسكوت زي ما قلنا بيبقى ظاهر الملوحة فيه وحتى السكر بتحسوه كده خشن شوية فهنحط نص كباية زبدة انا محتاجة الماجرين كوب ده برضو تاني وحنحط نص كباية من الشفان اللي تحناه نص اهو واحد ده ربع فهنحط اتنين هناخد دقيق الشفان ونحط كباية ونص ده ربع نص تلاتة اربع ادي الكباية هنفتح علبة تانية والرغيف اهو بيستويه ورحته تجنن اذا حطينا كباية فاضلنا نص كباية اذا ربعين اهو واحد اتنين هنضيف للخليط ده هحفظه لكم على فكرة نص كباية زبدة ونص كباية شفان مطحون كباية ونص من دقيق شفان عليهم بيضة واحدة هنحط عليهم نص معلقة بيكين فاودر احنا متحتاجين البيكين فاودر انه ينفخ كتير فهنحط نص معلقة صغيرة هنحط ملح بصو معلقة صغيرة مش مليانة ممسوحة البسكوت ده ببقى متوازن جدا بالملح هنحط سكر ربع كباية بس وممكن تحط سكر بني لو حابين اهو و هنحط كمان حليب بس خليني اضربه الاول هنحط ربع كباية حليب هنضرب العليم تعالوا نبص عليه بيرفكت مرمل وكل حاجة فاضله ربع كباية الحليب ممكن استخدموا حليب كمان نص دسم او خالد دسم ربع كباية الحليب دي بس تبقى بردة علشان ما تسيحش الزبدة و بصوا ازاي هتلم تعالوا نبص مع بعض العجينة لمت في اسهل من كده بسكوت ما اعتقدش حابين تحطوا فانيلا ممكن تحطوا فانيلا حابين احنا هتنا بيضة واحدة بس و ده مش هيدي زفارة خالص والملح بيزبط انك هات فتعالوا احنا مع بعض هنا نطلع العجينة بس نحتاجين نرش شوية من دقيق اشوفها عشان ما تلزقش و ناخد العجينة محضرة الطعام ما ينفعش العجين و ناخدها كلها كده اه اذا البسكوت الشهير كباية نص كباية زبدة نص كباية شوفان مطحون لينو كباية و نص من دقيق شوفان من لينو عليهم بيضة نص معلقة بيكين فاودر صغيرة معلقة ملح صغيرة ممسوحة و ربع فنجان او ربع كباية حليب بالمجالينكوب انا كله الاكواب المعياري بنفرد بيبقى طاري كل ما يشد بيبقى مش هش لما نطلعه فانا بفرده كده بضغط عليه و برضه هنستخدم الكوترز القطاعات مفيدة قوي القطاعات دي على فكرة طقم القطاعات ده مفيد جدا بيبقى حاد من ناحية ومن ناحية التانية لا بنقطع فيه حاجات كتير احجام مختلفة و كمان بيستخدموه لما ييجوا بالمطاعم تلاقوا مثلا سلطة متقدمة بشكل تيوب كده هم بيحطوا كل المكونات و بيرفعوا دي موجودة في اغلب محلات تحضيرات المطبخ و الحلويات حفرد خلوا بالكم ده بسكوت زبدة فالعجينة لازم تبقى كده طريح و ممكن نعمل على فكرة دي قاعدة الباي الفطاير وحتى لو فكت معاكم هي زي الجلو بناخد دلوقتي بس اتأكد انه عملت صمك واحد و بناخد الكاتر خلينا ناخد الكاتر شبه حجم اللي هو البسكوت اللي بنشتريه من السوبرماركت و نبتدي كل بساطة نقطع والعجينة اللي فضلة بنرجعنا للمها و كمان نقطع تعالوا نطلع فاصل و بعد الفاصل اوريكم ازاي هنعمل حاجة بتدي شكل حلو و برضو بتساعد انه البسكوت يطلع كده مقرمش و بعد الفاصل البسكوت اللي ورته لكم قبل الفاصل شايفين فيه الخروم دي اللي بنعملها بالشوكة دي لها سببين اول حاجة علشان مش عايزين البايكينج باودر ترفع البسكوت عايزينها تديله هشاشة بنفس الوقت لما بنعمل كده مندخل الحرارة جوه البسكوت فما بيطلعش مستوي مثلا من الاطراف و من النص لسه طريق و دي بتحصل كتير انه الافران عندنا بتخلي الاطراف تتحمر و بنيجي عند السنتر بنقيه للسامع الجن بالطريقة دي احنا بنعمل خروم بسيطة جدا اهو بالشوكة و اللي بيحب البسكوت يكون مملح اكتر ممكن يرش شوية من الملح البحري اللي هو ببقى خشن على الوش بيدينا توازن ما بين الحلوة و الملوحة احنا حطينا ربع كباية سكر بس و حطينا قصادها معلقة صغيرة ممسوحة هو مبقاش ولا مسكر قوي بس الملح اكتر من البسكوت العادي الفرن هنحطه على مية وتمانين الحرارة من فوق و من تحت و اول ما تلاقوه لونه بقى كده دهبي محمر طلعوه سيبوه برد شوية و حطوه في علبة و استمتعوه بيه بدقيق شوفان بسكوت صحي جدا و لزيز نسأسأ البسكوت في الشاي مش نشرب البسكوت مع الشاي ندخله بحلويات نعمل تشيز كيك حلوة و صحية مثلا ندخل معاها الزبادي اليوناني حنعمل الوصفات دي والله بوعيدكم مع بعض بعد رمضان انه كلنا عايزين نخس بعد رمضان الى الفرن انا عاملة هنا حتى صنية فيها بخار هنا وهنا حشيل الصنية بس لانه الصنية دي محطوطة اهنا الفوت عشان الوصفة الجاية فحشيل الصنية دي افضيها بس من المية قلتلكم حنعمل املاء بيد مستوي على البخار في الفرن وده البخار اللي نقدر نحط مية في صنية بالفرن وبكل بساطة نسوي على البخار حناخد دلوقتي البسكوت اهو ونحطه في النص والحرارة خليها على 180 وستنج الكيك اللي هو الحرارة من فوقه من تحت اشتركوا في القناة